في إتار دعم مبدأ الشفافية وإيجاد منظومة وقائية تحمي المبلغين عن الفساد أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيدي اليوم عن إنشاء منظومة إلكترونية بمبلغ 10 ملايين دينار بتعاون مع كوريا الجنوبية إضافة إلى أعداد مشروع قانون لحماية المبلغين في انتظار عرضه على مجلس سنوى بشعب خلال إشرف على يوم دراسي حول مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيدي أن مقاومة الفساد لتقل أهمية على مقاومة الإرهاب وأن الحكومة أعدت آليات من العيار الثقيل من أجل إيجاد منظومة كاملة للتبليغ عن الفسدين من خلال تشريك المواطن في الحرب على الفساد نحكي على حاجة اليوم تنخر المجتمع تنخر الاقتصاد وهي الفساد بشتى أنواعه هذا عليش نحضرنا لها الآليات من المعيار الثقيل والآلية اليوم اللي مش نقدموها اليوم هو يعني حماية المبلغين من أجل إيجاد منظومة كاملة للتبليغ لأنه اليوم وإذا كان هذا أكيد كونكم لاحظتوه بدينا نحط شيئاً فشيئاً الآليات والأدوات التي تقحم المواطن في يعني المعركة ضد الفساد واليوم ندخل آلية جديدة لا تقل أهمية على الآلية لولة أمتاع النفاذية للمعلومة وهي آلية التبليغ وآلية التبليغ تقتضي عمل تقني اللي بدينا فيه بدينا أحنا نحطه في منصة إلكترونية اللي سوف تتكلف يعني عشرة ملايين دينار بالإضافة إلى ذلك الجانب التقني قاعدين قدموا فيه لابد أن نكونوا نهيئ الجانب التشريعي والقانوني بش نحمي المبلغين في المقابل تم أعداد مشروع قانون خاص لحماية المبلغين عن الفساد واعتبار التبليغ عن الفسدين مهمة وطنية مشروع بشيق عرضه قريباً للاستشارة في مجلس وزاري قبل عرضه على مجلس نواب الشعب الهام جداً أنه وقع وضع قواعة قانونية تتعلق بكيفية حماية المبلغ واللي هو نقص حالياً في مستوى المنظومة التشريعية التونسية والحماية هدية تتوجه خاصة ضد كل معاملة تعصفية يمكن توجهها الهيكل وخاصة الإدارة ضد المبلغ عن حالات الفساد وذلك بإجراءات تعصفية توجاهه نقلة تعصفية وإلا سحب بعض الملفات وبعض المسئلويات من المبلغ عن حالات الفساد أو أيضاً رفض ترقيته أو كل تطور في المسار المهن يمتعه فضلاً على إمكانية أن المبلغين يتمتعوا بمكافأة مالية في صورة حالات الإبلاغ عن حالات الفساد هذه يعني عملية الإبلاغ تؤدي إلى حماية المال العام وتفادي سوء التصرف في المال العام حزم من الإجراءات تتخذها الحكومة ضد الفساد والفسدين أبرزها مشروع حماية المبلغين عن الفساد اللي الأكيد بش يدعم ثقة المبلغين عن حالات الفساد في القانون وبش يحميهم وبش يعزز الثقة في الإدارة العمومية والأكيد زاد أن بش يذيق الخنق على الفسادين